يا مساء السعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب وفقرة من الفقرات اللي الناس بتبقى قاعدة مستنيها قوني اننا روح اعمل عملية جراحات سمنة اذا كانت تكميم او تحويل فدي حاجة يعني خلاص احنا وصلنا لمرحلة حلوة في الوعي والثقافة وبيقينا كلنا نسأل بعض وخلاص بقينا عارفين مين الدكاترة هنبقى بقى عن نقطة دي ولكن ليه بقى الناس بتبقى تستنى الفقرة دي بالذات هي الناس اللي متقزمة في حياتها هي الناس اللي تعبانة هي الناس اللي فضلة بعملية للأسف اتعاملت بطريق غلط فتعبانة وفاكرة ان هي هتفضل طول حياتها كده بتبقى عايزة نقطة امل او زي ما بيقولوا كده لما الغريق يتعلق بأشايا بس الأشايا دي بتبقى يعني هي النجدة لي وخصوصا لو دكتور الفترة دي يعني تراند في قصة اصلاح فشل عمليات السمنة المفرطة يعني ايه عملية تفشل وإيه اللي بيحصل جوه وهل الموضوع بسيط زي ما احنا بنتكلم فيه ولا فيه دواخل احنا لازم نعرفها اكتر لان انتو بتحبوا قوي التفاصيل التفاصيل دي بتريح نفسيا بتطمن الانسان خصوصا لو مع أستاذ دكتور هو عارف هو بيقول ايه والكلمة راح فيه ايه رأيكم النهاردة نتكلم بالأخص عن اصلاح فشل تكميم المعدة ولو اي حد عامل عملية حابب اذا كانت تكميم معدة او اذا كانت عايزة حوالها التكميم معدة النهاردة حيلاقي كل الردود اللي ممكن تخطر في باله خلينا نرحب بأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بتبعين شمس مدير واحدة جراحات السمنة ومناظير بمستشفى وادي النيل عضو الفدرالية الدولية للجراحات السمنة والسكر وعضو الكلين الملكي للجراحين بلندن زميل كلية الجراحين الامريكية وحاصل على شهادة الجودة الاولى في العالم لجراحين السمنة والسكر الاس ارسي اهلا وسهلا بيك يا دكتور الناس بتوقع تستنى الفقرة دي فعلا لان الموضوع مستهل انا حضرت معاك قبل كده كواليس حد بيصلح عملية واكتشفت ان الموضوع اصعب من اي حد ممكن يتخيل انا عن نفسي اهو عارفة وبتكلم بقالي سنين في الجراحات السمنة بس لقى الموضوع مسهل واللي انت بتابع المريضة بعد ما مشيت هو الساعة 8 والساعة 7 الصبح يعني الموضوع مسهل تحب ان نبتدي منين بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك وكل السيدة المشاهدين طبعا السمنة لها وجه مشرق اللي هو نحن يعني عندنا وزن زيادة عندنا مشاكل صحية عايزين نتخلص منها وبالتالي بنعمل عملية برضو تكون على اعلى كفاءة بحيث ان انا احسن حياتي للاحسن والافضل واستخدام شتى جراحات السمنة المفرطة المصرح بها دوليا زي تكميم المعدة زي تحويل المصار بكل انواعها يعني وبالتالي اذا تم عمل تكميم المعدة او تحويل المصار او اي جراحات سمنة طبقا للمعايير الدولية بخبرة عالية جدا في مكان امن ان شاء الله مش احصل لك مشاكل اتمشي كويس جدا ويعني هتحسن حياتك بقى تتخلص من الوزن زياد وكمان تتخلص من الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة تمام طيب انا دلوقتي عملت العملية ولم اوفق فيها او ان انا يعني حصل لمشكلة فيها جراحية او ان المعدة بتاعتي فيها نوع من التشريح اللي فيه مشكلة يعني زي تكميم المعدة الديقة الملتاوية اللي حصل فيها مشكلة ما بعد العملية واجب علينا ان احنا مش هنشتمل بس الحالات الجديدة يعني اللي جاي يعمل لعملية تكميم بس لا للي عمل عملية تكميم وعنده مشكلة في العملية المفروض احنا علينا مسؤولية مجتمعية جراحية ان احنا نصلح له العملية دي بطريقة علمية مظبوطة من اشهر الحاجات اللي انت ممكن تقابلها ما بعد تكميم المعدة التي قد تحتاج لرجاع او اصلاح ان زيادة الوزن ما بعد انقاص الوزن يعني يعني انت مثلا انا عملت عملية تكميم معدة وقمت نزلت بطريقة 60 كيلو 70 كيلو وبعد كده وزنك راح رافع تاني مرة واحدة لقيت نفسك بطريقة 120-130 كيلو هو الناس بيحصل فيه معاك كده اه مشهور جدا بنسبة قطس العشرة في المية من الناس وفيه بعض الريسيرش يعني نسبة اكبر من كده لسوء استخدام من المريض نفسه للعملية لان هي مازالت عضلة طب انا يعني كمريض هعمل دايت ما بعد العملية انت مش هستامل دايت لكن هناك برضو نوع من يعني تعديل لللايفستايل او يعني تحسين لللايفستايل من بعد العملية اذا لما يكون هناك ده طب بالتالي المعدة بتاعتك برضو هتوسع انا بتكلم من الجانب بتاع المريض طب فيه جانب طبي اه طبعا في جانب طبي اللي هو العين اللي ما خسش خالص بقى يعني ده واحد عمل عملية ما خسش خلق كيلو أو خس عشر كيلو وقف بقى انت كان المعدتك أصلاً متسابة واسعة يعني ما انت محتاج إصلاح يعني التكميم اللي انت تلاقي فيها قبة معدة كبيرة بعد ما تعمل أشعة مقطعية أو تعمل منظور تلاقي المعدة مرحرحة بالزيادة يبقى انت ما خسش أصلاً انت يعني من الأصل ما خسش فدول من أشهر الناس اللي هم محتاجين لعملية إصلاح الناس اللي هم خسوا كويس قوي ورجعوا زادوا السبب فيك انت كمريض طب انت ما خسش خالص للمعدة بتاعتك واسعة السبب مش عندك لكن محتاج لعملية تكميم بقى من الأصل تاني في مجموعة من الناس برضو بيبقى عندهم ترجيع مستمر طول الوقت عمل تكميم معدة وقاعد يعني بيرجع طول الوقت انت مش سليم انت عندك مشكلة في العملية عندك ديء في المعدة ممكن قد يمنع مرور حتى المياه يمنع الأكل اللي هو العملية اتعاملت بالزيادة عن اللزوم لا بيبقى فيها يعني مامشيش عن المقاييس الصحيحة للطبية العلمية بيبقى ده حاجة مختلفة شوية كمان اللي هي بيبقى فيه ديء في المعدة بتعامل زي الأورجلاس كده واسعة من فوق ديئة من نص واسعة يعني بتلاقيها فيها مشكلة يعني التفصيل اللي تعملت غلط تماما يعني كنوع من الإجراء اللي هو محتاج لإصلاح ده بيبانع العيان في صورة ترجيع مستمر انت لو عندك ترجيع في عملية السمنة المفرطة انت محتاج لتقييم وإصلاح تقييم وإصلاح للعملية نفسها طيب أنا هعمل إيه يعني أنا مريض أعملت عملية الملخص بتاعها أن أنا وزن زيادة تاني أو أن أنا برجع طول الوقت يعني أنت محتاج إصلاح طبعا صلح إزاي يعني احنا عادة من حضر المريض بإجراء أشعة مقطعية سلسية الأبعاد بتدرسم حجم المعدة وتقول لك كم سنتي وإذا كان هناك حاجة يعني تتعلق بي تشريحي لعملها نفسه بتبين أنت بتشوفها كمريض وأنا بشوفها برضو كجراح أقدر أحول لك عملية تكميم دي لعملية تحويل مصار وأقدر يعني أعيد إصلاحها تاني مرة وعملها لك تكميم مع ده ورجعها لك للأصل التشريحي المزبوط اللي أنت تاكل وتشرب به مزبوط طب ده بيتحدد بناء على إيه بناء على أشعاتك والفحوصات بتاعتك اللي هي تقول أن الجراح هياخد قرار أنه ممكن يعمل إعادة تكميم أو يحول لك التكميم دي لتحويل مصار دي عملات بتعمل بالمنزار ما فيهاش مشكلة وقت قصير بتاخد نفس الإقامة اللي أنت تقريبا أعتاه في المستشفى المرة الأولى وبس طبعا بيبقى فيها شوية صعوبة جراحية ومحتاجة يعني شوية تجهيزات طبية على أعلى مستوى بحيث أن احنا نقدي الوظيفة بصورة يعني محكمة شوية حسن اللايف ستايل بعد كده فيه سؤال مهم جدا كل الناس نستنيانا نسأله بس إيه رأيك نخرج لتقرير ونرجع نسأل السؤال المهمة قابلة نسأل السؤال المهمة قابلة